حياكم الله مجيب تابعي قناة وغداد الجديدة وأهلا بكم بفيديو جديد كما عودناكم عن أحدث التقنيات طبعا مؤخرا أبل أنتجت نظام تشغيل جديد وهو iOS 12 وإذا كنت مبارمج تطبيقات iPhone أو أي برانش من أبل فأنت راح تكون جدا مهتم حتى تعرف شنو التغييرات اللي عليك أن تتعلمها حتى تنتقل من مبرمج iOS 11 إلى iOS 12 طبعا هناك عدة دورات نحن عاملين هذا كنت متابع قناة بغداد الجديدة هناك عنا دورة هي عبارة عن iOS 12 حاليا عن Swift 4 هذه الدورة تشرح لك كيف تبرمج تطبيقات iOS 11 عن 12 طبعا حدثتها أنا راجعت الفيديو واشفت إيش التغيرات اللي لازم تعملها وهذه نفس الدورة موجودة باللغة الإنجليزية هناك بصورة مدفوعة أدخل بـ 200 دولار وماذا تريد أرح أضع لك رابطها بشكل مجاني تقدر تصالي لها حاليا إذا كنت مفضل اللغة الإنجليزية طبعا في هذه الدورتين عندنا سورس كود خاص بهذه الدورات موجود هنا على الـ GitHub على هذا الرابط إذا كنت مالحصلة زين فممكن أنقل لك ياب هذا الشكل هذا الكود أنا لما عملت له داونلور تشوف إيش التغيرات اللي حصلت بين iOS 11 و 12 طبعا تغيرات مو صعبة تغيرات بسيطة جدا بين iOS 11 و 12 محاولة يغيرون الكثير من الأمور فالشيء الوحيد اللي شيف تغيره اللوجات تفتحت لك الأكس كودتين حاليا وأكس كودتين بيتا الشيء الوحيد اللي تغير عندنا هو تطبيق الكولكولايتر يعني اللوجات هنا ذهبت إلى Downloads iOS iOS الكولكولايتر فقط هنا صار تغيير جديد بسيط جدا بالنسبة للسويفت لأنه أصلا هم بقوا يستخدمون Swift 4 هم ما أنتجوا Swift 5 فلو تشوف شوية إنتغرات اللي صارت هنا بكل بساطة لما تكون قبل كنا لما نعرف variable نعرف كم متغير يأخذ Sittering من input هذا الـ input يجب أن يحتوي على value كنا نضع هاي العلامة بعده حاليا لو جد قتله fixed يشيل هاي العلامة نحتاج هاي العلامة يعني إذا كنت تتابع أي دورة من الدورات إذا كانت الدورة المدفوعة وإذا كانت الدورة المجانية إنها نفس المحتوى الثنينات ولكن واحدة بلغة انجليزية واحدة عربية فالتغييرات بسيطة جدا بين iOS 11 و iOS 12 حاولوا هم يحافظون على كل شيء حاولوا يستخدمون Swift 4 ما نزلوا Swift 4 بقوا يستخدمون نفس Swift 4 فجميع الفيشارز اللي تستخدمها قبل تقرى استخدمها الآن يعني اللي أذو قل لك يا بنهاية هذا الفيديو إنه إذا كنت iOS 11 وجدت حاول على 12 مكثير من التغييرات أغلب الأمور أو كلها بالتحديد تقدر تنفسها على iOS 12 وهذا الغرض مع هذا الفيديو يعني مو كثير معلومات مهمة لكن رجب نوضح لك حتى لا مثلا تروح تذهب وتشتري كورس تقول هذا iOS 12 أروح أتعلم No It's not big deal فأكيد أما ضافوا بعض الأمور اللي تخص بال كور كور امير ضافوا كور امير 2 ضافوا IR kit IR kit 2 مجرد ضافوا فاكشنات جديدة لكن قديمة كلها تقريبا بعدها تعمل مثل ما هي وعليه أنه الدورات اللي احنا عدنا بال Android بالقناة باللغة العربي هي دورة فعالة ممكن استخدمها تعلمها S12 وكذا كمزفوع اللي يقدر لك رح أضع لك رابطها بشكل مجاني أسفل هذا الفيديو هنا نكون أنهينا هذا الفيديو وإن شاءنا نلتقي بكم قريبا في فيديو جديد عن تقنية جديدة ونتعلم بها المزيد وطبعا شكرا لكم وصلنا حاليا 292 ألف يعني قريبا جدا رح نصل إلى 300 ألف وشكرا لكم وفي أمان الله وذا كان عندك أي سؤال أو استفسار أتركه أسفل هذا الفيديو وفي أمان الله